ترويه مهم جدا في كتابة جنسية الأمريكية مع أمير علي يوجد شرح مفصل للأبلكيشن انفون هندرد وكل المعاني وأسئلة لماذا كلها مرتبة أقسام اذهب إلى أمير يسعدنا الإعلان عن موقعنا الجديد أميرسيلز دوت كام في هذا الموقع سوف تجدون أجمل التصاميم العربية للتشيرتات وكل ما هو جديد موجود في هذا الموقع وأيضا توجد عدة أشياء أخرى مثلا حقائب وأكواب وما إلى ذلك توجد تصاميم عربية وأخرى أمريكية ونحن نقوم باستمرار بتطوير المحتوى ونشر المزيد من التصاميم يمكنكم الشراء وكل عملية الشراء سوف تسهم في دعم القناة وتقديم أيضا الدعم المادي لنا لتطوير القناة وتوفير كل ما هو مفيد للجاليات العربية هل سبق وإن أعطيت أي مسؤول بالحكومة الأمريكية معلومات أو وثائق كانت خاطئة أو مضللة أو أي معلومات احتيالية في حال سأل الضابط عن أي من هذه الكلمات يكون الجواب معلومات خاطئة للحصول على فوائد هل سبق لك وإن كذبت على أي من مسؤولي الولايات المتحدة للدخول إلى الولايات المتحدة أو للحصول على فوائد الهجرة في داخل الولايات المتحدة الجواب هنا يكون ماذا يعني الكذب بأن لا تقول الحقيقة هل سبق وإن تم استبعادك أو ترحيلك من الولايات المتحدة بما أن جميع معاني هذه الكلمات تعني طرد أجنبي من بلد ما هل سبق وإن تم نفيك من الولايات المتحدة الأمريكية الجواب التأكيد يكون وإذا سأل عن معاني الكلمات نجيب كما أجبنا في السؤال السابق هل تم وضعك في إجراء الاستبعاد أو الترحيل كلمة excluded هي نفس كلمة exclusion وكلمة deported هي نفس كلمة deportation فالجواب يكون بكل بساطة حينما يسأل الضابط من بلد ما هل توجد إجراءات ترحيل أو استبعاد أو نفي ضدك موجودة حاليا مغلقة أو معلقة الجواب التأكيد يكون وإذا تم السؤال عن هذه الكلمات فالإجابة تكون كما أجبنا في الأسئلة السابقة نفس المعاني هل سبق لك وإن خدمت في القوات المسلحة ماذا تعني القوات المسلحة كالجيش إذا كانت الإجابة no على فرعي فلا حاجة للإجابة على b و c هل أنت حاليا عضو في القوات المسلحة الأمريكية الجواب no هل سبق لك وإن خضعت للمحاكمة العسكرية أو انفصلت إداريا أو تأديبيا أو تلقيت تصريفا غير مشرف أثناء وجودك في القوات المسلحة الأمريكية ماذا تعني كلمات محاكمة عسكرية؟ محاكمة عسكرية هل سبق وإن تم إخراجك من التدريب أو الخدمة العسكرية لأنك كنت أجنبيا؟ ماذا تعني هذا المسلحة؟ أخبر شخصا عليه المغادرة؟ تنويه مهم جدا في كتاب الجنسية الأمريكية مع أمير علي يوجد شرح مفصل للابلكيشن N400 وكل المعاني وأسئلة لماذا؟ كلها مرتبة أقسام ويمكنك القراءة ومراجعة الأقسام الصعبة عليك فقط بدلا من مراجعة الفيديو بالكامل لشراء الكتاب